فكر الله حينما خلق الإنسان من البداية من التكوين من أول لحظة في الخليقة مهم جدا أن نرى حينما الله خلق الإنسان كان فكره إيه؟ يقول لك كده في تكوين واحد آية 27 فخلق الله الإنسان على سورته على سورة الله خلقه ذكر وأنسى خلقه إذن سورة الله في الخلق سورة الله في الإنسان أنه خلقهم ذكر وإيه؟ ذكر وأنسى باركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا وأملأوا الأرض دي رؤية الله حينما خلق الإنسان وفي النهاية وراء الله كل ما عمله فهو حسن جدا فده دي رؤية الله حينما خلق الإنسان يرجع تاني نأكد عليها أنه حينما خلق الله الإنسان ذكر وأنسى على صورته فهو بيؤكد أنه آدم عرف ذكرته من حوة والعكس حوة عرفت أنستها من آدم وهو ده التكامل عشان كده الكتاب يقول لك كده هو أن هما الاتنين قال الرب ليس جايد أن يكون آدم وحده فصنع له معين نظيره كل واحد دي دور مختلف ولكن هما الاتنين بيكملوا بعض جسد واحد لما ربنا خلق أمنا حوة جه آدم أبونا آدم فقال آدم هذه الآن عظمة من عظامي ولحم لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرأة أخذت لذلك يترك الرجل الأباه وأمه ويلتصغ بامراته ويكون جسداً واحد حتى كتاب المقدس في العهد الجديد في إنجيل معلمنا متى لكن من بدء الخليقة ذكر وأنسى خلقهما الله في إنجيل معلمنا متى احنا كل ده بنأكد في العهد القديم والجديد رؤية الله حينما خلق الإنسان خلقه إيه؟ ذكر وأنسى ذكر وأنسى ما فيش نوع ثالث كان سهل قوي لما ليه آدم وحيد في الجنة ما خلقش معا ذكر آخر يخلق له صديق يخلق له حد زيه أو كانت لو كانت أنسى من الأول كان يبقوا اتنين بالزبط ما خلقش من نفس النوع هو خلق ذكر وأنسى لما ليه أبونا آدم قعد لوحده فقال لك إحنا نجيب حد يبقى معاه يعني يكامل ويبقى نظير ومعين لخلق أنسى ما خلقش ذكر من نفس نوعه عشان يشاركه فإحنا دي بداية مهمة جدا إحنا نبقى فاهمين وعارفين أنه فكرة الله حينما خلق البشرية هما خلقهم ذكر وأنسى ذكر وأنسى وكلهما نظير لبعض معين كل واحد لدور مختلف وبالتالي من حق بكرة وبعده أن الأولاد يكون ليهم أب وأم صحيح لما بنيجي نتكلم على في الناحية الروحية أتسبونا دايما لما بيجي سيرة المثليين يجي سيرة سدوم وعمورة والبعض يقول أن طبعا برا مصر بعض الناس بقال لها تفسيرات تانية أنه ما أهلك همش بسبب القصة بتاعة المثليين وبتاعة الأمور تانية لكن البعض يقول الله حرق سدوم حرق المثليين بسبب هذا الفعل بيبقى رد الكنيسة إيه أو رد الكتاب إيه أو كتابيا حكاة سدوم وعمورة وقلقتها بفكرة المثليين اسمحوا لي بقى الحتة دي بقى محتاجين نرجع الأول لخلفية علمية الأول ومن الخلفية الألمية نفهم النص الكتابي تفضل لكم ما هي المثلية الجنسية؟ المثلية الجنسية هي اضطراب الهوية اللي بيحصل في الطفولة من سنة ثلاث سنين لسبع سنين اضطراب الهوية الجنسية ده اللي بيخلي الشخص يحصل عنده انجذبات وميل من نفس الجنس وده مرض نفسي وده كان مشخص في دليل الجمعية الأمريكية لغاية سنة ثلاثة وسبعين انه ده مرض من ضمن الأمراض النفسية ولكن للأسف شلوه اتشال لجزء سياسي ومش بناء على الدراسات علمية ده كان بناء على تصويت في اللجنة فاللجنة أخدت تصويت من اتنين وخمسين وثمانين ومعين يعني برؤي الأغلبية لكن مش على أي نظرية علمية بناء عالمية طيب إذن المثلية الجنسية هي اضطراب هوية أدى إلى انجذبات وميول مثلية جنسية من نفس النوع الحقيقة الثانية لازم نعرفها كويس جدا ان مش كل شخص مريض بالاضطراب الهوية هو بيمارس جنس بالعكس ده مجموعة لقيلة جدا اللي منهم يوصل لمرحلة الممارسات الجنسية الجنس هو عرض مش مرض في المثلية الجنسية الجنس هو عرض في الترابات الهوية إذن المثلية الجنسية مش مرتبطة لأنه دايما كل ما نفكر في المثلية الجنسية مخنا يختزل الأمر في ممارسات جنسية من نفس النوع طيب فيه فرق ما بين المثلية الجنسية والشخص اللي عنده اضطرابه أو هو رق يعني هو ذكر وشايف نفسه أنسة وأنسة وشايف نفسها ذكر فبيحوله جنس بالعمليات لا دي حاجة تانية خالص التحول ده فكرة أن الإنسان يعمل تحول ده دي قصة تانية خالص اسمح لي بس أرجع للجزء الأول عشان سادة مشاهدين يكونوا معنا ونركز فيه عشان نرجع لنص الكتابي وأرجع لحضرتك أستاذ حق في الجزء دي ونفرق ما بين المثلية الجنسية وما بين التحول للجزئية تانية خالص فإحنا إذن ده شخص مريض بيعاني من مرض واضطرابات هوية قدت إلى إنجذبات وميور من نفس النوع وقلنا أنش مش شرط يكون فيها ممارسات جنسية يعني دايما كل ما تيجي في زهننا مثلية جنسية هي ممارسات جنسية إذن هناك فرق ما بين الشخص اللي بيعاني من اضطرابات الهوية والإنسان المنحرف سلوكيا جنسيا يعني مثلا عشان نوأ بحس الصورة بعض الأماكن اللي ممكن يكون فيها مأساسات عقبية مثلا أو بعض الأماكن اللي ممكن يكون فيها بعض التجمعات اللي من النوع الواحد لفترات طويلة فبيحصل انحرفات جنسية سلوكية ده غير ده ده غير ده